اهلا بجميعنا أنا ساعد البي ميقاناة اس و هي نهاردى ان شاء الله انا نتكلم عن حاجة مهمة جدا فى الإنجليز وهيuffs جينب يعني الاسم الأول هو المضاف والاسم التانى هو المضاف إليك زي كتاب احمد سور الحديقة هنا كتاب ده منتسب لاحمد او منتم 6 احمد، وجام なهو احمد هو المضاف الايف سور الحديقة سور جامعة فهي منتسب او منتامن الحديقة واحد فهي مضاف دي فكرة المضاف ومضاف الايه في لغة، الفكرة دي موجودة في الانجليزي برضو اسمي بيجأه من بنفس الطريقة ولكن مكانهم بيبقى معكوس ي انس ي applicable ه بالنسبة للايكل ويوجد في الانجليزي لجد حاجة توضح المضاف من المضاف إليه تميزهم عن بعض لأن والاسمين مش هتفهم منها حاجة أو مش هتبين اي حاجة خارص طيب نعلم ايه عشان نميز المضاف بنستخدم الطريقتين لتمييز المضاف من المضاف إليه في اللغة الإنجليزية أو للتعبير عن الإضافة في اللغة الإنجليزية أول طريقة وهي الagitive is ثاني طريقة وهي حرف غ repeating of والطريقتين دول بيستخداموا مع العقل اما او بطريقة اللي هي فيها او بتستخدم فقط مع غير العقل لما اجي مثلا استخدم اسمين في اللغة الانجليزية اللي هو عشان اعبر عن مضافة مضافة اللي لو قلت مثلا احمد بور احمد كتاب كده ما وضحتش قدامي اي حاجة فلازم استخدم الطرق اللي احنا قلنا عليها عشان اوضح ان دوت المضاف من المضاف اليه فهنا لما بنضيف اباستروفي اس في اخر الاسم الاول اللي هو احمد بور هنا العملية وضحت قدامي ان المضاف من المضاف اليه لان الاسم التاني دوت هيكون مملوك او منتسب او منتامي للاسم الاول فالأباستروفي اس وضحت لي الموضوع بشكل كامل منحوظة سريعة كده بخصوص الاباستروفي اس ليها استخدامات تانية مختلفة جت متعود ولكن دس مش موضوعنا النهاردة وان كان موضوعنا النهاردة جزء من الاستخدامات الثانية ده بنستخدمتا توضح او لمايز المضاف من المضاف اليه في الانجليزي وليها طرق مختلفة في استخدامتها أول طريقة لاستخدامها أنه نضيفها للإسم المفرد يعني لو كان الإسم مفرد معي في الجملة بضيف أبوستر في اس في آخر عادي هذا كتاب أحمد هنا أحمد هو المضاف إليه أبوستر في اس ميزة المضاف من المضاف إليه بوك طبعا هو المضاف المنتمي أو منتسب أو مملوك لأحمد فين شنطت أو أين شنطت أخوك هنا طبعا براثر وضيفة لها عشان هي مفرد ضفنا لها في آخرها وجيب بعدها الاسم المملوك للشخص ده فهنا وضحت قدامي المضاف من المضاف إليه وطبعا المضاف إليه زي ما احنا قلنا في الأول هذا كلب صديقي الكلب ده بتاع صديقي هنا مفرد ضفنا لها في آخرها وبعدها جيه الاسم أو الشيء المملوك للشخص أو المنتمي له أو المنتسب له سيارة مونة اتسرقت أو سركت سيارة مونة مونة اسم مفرد ضفنا أباستروفي اس في آخرها لأنها اسم مفرد واجيب بعدها الاسم المملوك أو المنتسب لمونة يبقى دي الحالة الأولى لاستخدام أباستروفي اس من احنا بنضيفها عادي في آخر الاسم المفرد عشان نميز المضاف من المضاف إليه طيب لو كان الاسم جامع في آخره حرف الاس اللي هي الاس الجامع في الحالة دي بضيف الأباستروفي لوحدها اللي هي العلامة لوحدها اللي هي اسمها أباستروفي بعد اس الجامع في آخر الاسم ازاي الكلام ده يعني هؤلاء كلاب أصدقاء الكلاب دي بتاعت أصدقاء هنا جت جامع منتهية باس الجامع ففي الحالة دي بضيف الأباستروفي اللي هي العلامة بعد اس الجامع في الآخر وبعد كده بجيب الاسم اللي هو المنتسب أو المملوك للشخص ده طبعا هنا الاسم جامع أكيد الشيء أو الحاجة اللي احنا بنضيفها للشخص ده أو المنتسب عليه بتبقى برضه جامع وذيرار بتدل على الجامع طب ازاي نفراح عن المفرد أو الجملة اللي احنا قلنا فيها هنا بتدل على المفرد مفرد أباستروفي اس جات في آخر الاسم المفرد دوت كلب واحد يعني الموضوع كله مفرد أما لما قلنا هنا اسم جامع أصدقاء برضو اسم جامع فاضفنا الأباستروفي بعد اس الجامع والجملة كلها بتدل على الجامع ده الفرق بين المفرد وبين الجامع فيها اسماء برضو بتبقى الجامع بس مش منتهية باس الجامع زي women نساء men رجال children أطفال هنا طبعا اسم جامع ولكن مش منتهية باس الجامع في الحالة دي بنعمل ايه بنضيف في آخره الأباستروفي اس برضو عشان نوضح المضاف من المضاف اليه وبيجي بعده الاسم المملوط للأشياء للأشخاص دول عشان نوضح أو نميز المضاف من المضاف اليه children's bikes are good دراجات الأطفال جيدة children's ضفنا لها أباستروفي اس في آخرها وجي بعدها بايكس اللي هي منسوبة أو منتسبة أو منتمية للأشخاص دول أو مملوكة للأطفال دول هنا برضو اسم جامع بدون حرف الاس فضفنا الأباستروفي اس عشان نميز أو نوضح الجاند اللي هو المضاف من المضاف اليه ذلك المحل لأحذية الرجال طبعا دوت اسم جامع من بدون اس الجامع في آخره فضفنا له الأباستروفي اس عادي في آخره وجيب بعدها الاسم المملوك أول منتسب للأشخاص دول وده في حالة لو كان الاسم جامع بدون إضافة اس الجامع في آخره طيب في أسماء بتبقى منتهية بحرف الاس اللي هو أصلا من أصل الكلمة يعني الاس دوت جزء من الكلمة دي مش جامع ولا حاجة زي مثلا ريماس دوت اسم واحدة آخرها اس أو آخر الاسم دوت حرف الاس من أصل الكلمة في الحالة دي برضو بضيف الأباستروفي اس في آخره عادي عشان أميزه أو أضيف له حاجة تانية أو أجيب الاسم اللي بعده يكون مملوك ليه أو منتسب ليه ريماس كار إز كلين سيارة ريماس نظيفة ريماس أخرها اس اللي هو من أصل الكلمة جزء من الكلمة ضيفنا في الآخر برضو أباستروفي اس عادي واجبنا بعدها الاسم المملوك ليه طيب لو هيجي معايا اسمين في الجملة ومربوط بينهم بأداة ربط مثلا زي أنت يعني هنقول فلان أنت فلان أو حاجة أنت حاجة اللي هيبقى في اسمين وممكن يكون أكتر من اسمين في الحالة دي بضيف الأباستروفي اس في الاسم الأخير للاسم الأخير يعني أنا لو عندي اسمين هحط الاباستروفي اس للإسم التاني لو عندي أكتر من اسمين ثلاثة مثلا أو أربعة هشوف الإسم الأخير فيلك واضف له الاباستروفي اس وبعد كده هجيب الاسم المملوك لهم كلهم يعني أعيز تقول مثلا جهزمة حمادة وميادة حمادة أن ميادة شيhern هنا طبعا الاباستروفي اس نضافة لميادة اللي هو الاسم التاني اللي موجود معي ولو كانوا أكتر من اتنين هشوف الاسم الأخير وهضف له الاباستروفي اس وفي الاخر جيل اسم المملوك لهم او المنتسب لهم الاثنين او الثلاثة او على حسب عدد الاشخاص اللي موجود معايا في الجملة ودي كانت الطريقة الاولى لتمييز المضاف من المضاف اليه باستخدام الاباستروف اس باستخدامتها المختلفة تاني طريقة لتمييز او توضيح المضاف من المضاف اليه وهي باستخدام حرف الجر اوف وفي الحالة دي بنستخدمه مع الاسم الغير العاكر باب الغرفة مغلق دور هنا غير عاكر روم برضو غير عاكر فاستخدمنا بهم عشان نميز المضاف من المضاف اليه ما ينفعش اقول رومز دو اللي هي الاباستروف اس فهنا عشان هو غير عاكل اضفنا حرف الجر اوف عشان نميز المضاف من المضاف اليه اوف دكيявو دي كار انا فقط مفتاح السيارة ما ينفعش أقول كارز كي اباستروف اس ما ينفعش فاانا عشان هم غير عاكر استخدمت عف عشان أميزهم من بعض ايتكيявو دكا هي شربت كباية شاي او شربت كوب من الشاي. ما ينفعش اقول تيز كب. لا. هنا عشان هي غير عاكل او هم غير عاكل فاستخدمنا حرف عشان اوضح او اميز المضاف من المضاف اليه. وده باختصار شديد كان اللي هو المضاف او المضاف اليه في اللغة الانجليزية. مارس الحاجات دي باستمرار ودور عليها هتلاقي الموضوع بيتساهل معك اكتر واكتر والانجليزي بيبقى بيتساهل معك اكتر واكتر. اتمنى ان يكون الدرس كان سهل وتكون كمان استفدت مني. thank you for watching. وربنا وفعنا كمان ان شاء الله. سلام عليكم.